بهدف معالجة فارق سعر الصرف المؤسسات المختصة تنفذ آليات أبرزها تسهيل عمليات فتح الحساب والإيداع لضمان دخول التجار لنافذة بيع العملة إضافة للسماح لعدد من المصارف باستيراد أرصدتها من الدولار النقدي فضلا عن عقد اتفاقات تعاون مع عدة دول للتعامل بعملتها كلما وفرنا مثل هذه التسهيلات المالية وعطينا مرونة مالية للتجار العراقيين بالتعامل مع الروبية الهندية مع اليوان الصيني مع الليرا التركية اليورو كلما حفزنا التجار الذين لم يستثمروا المنصة لغاية الآن على الدخول إلى المنصة وبالتأكيد مثل هذه السياسة ستنجح في عملية سحب الطلب على الدولار من السوق غير النظامي إلى المنصة الألكترونية إجراءات البنك المركزي الأخيرة بالتأكيد ستساهم في إعادة الثقة للديناء العراقي نقاشات جدة تتخلل الاجتماعات التي تجريها مؤسسات مالية وحكومية مع الخزانة الأمريكية بشأن التحويلات عبر نفذة العملة تتزامن مع تعليمات مرتقبة تخص آليات الدفع الإلكتروني وجميعها تصب في إنجاح معادلة سعر الصرف توسيع رقعة شمول أكبر عدد ممكن من المدن العراقية والقصبات لاستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني اللي رح تغطينا بهذه الحالة مشاكل كثيرة ورح نمنع نفسنا من الولوج في مشاكل مجدة فيما إذا استخدمت غير العملة العراقية هذا جانب الجانب الثاني لموضوع اتفاق بين الحكومة العراقية والبنج المركزي يبقى البنج المركزي في أي حال من الأحوال بحاجة إلى الدعم الحكومي لتنفيذ آلياته وأدواته إضافة لكل ما ذكر فإن الحكومة ومن خلال وزارتي التجارة والصحة تعمل على توفير المواد الأساسية المطلوبة بالدنار العراقي تلافيا لتأثرها بسوق العملة ومحاولات المحتكرين والمضاربين من بغداد صابرين كارم العراقية الأخبارية